بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه لا يزال الكلام حول خدمة الإمام عجل الله فرجه الشريف وبيان كيفية أن يكون للإنسان المؤمن أو أن يكون الإنسان المؤمن خادما للإمام عجل الله فرجه الشريف هناك طبعا محور هذا الكلام هي رواية وردت عن خالد بن قصار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام هل ولد القائم قال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه الرواية فيها عدة من المفاهيم عدة من المعاني حري بالإنسان المؤمن أن يقف عليها وأن يتزود منها وأن يعلم كيف يمكن للإنسان أن يكون خادما للإمام عجل الله فرجه الشريف أولا هناك معاني عدة لهذه الرواية المعنى الأول بأن الشيعة في زمن الإمام الصادق عليه السلام والإمام لم يولد بعد كانوا يعرفون بأن هناك إمام سوف يولد وسوف يحكم في هذه الأرض ويكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله ويدعى بالقائم بحيث أن هذا الشخص عندما سأل الإمام الصادق لم يسأله يا ابن رسول الله هل ولد المهدي هل ولد المنتظر لا هذه الألفاظ هذه الصفات كلها لم يعبر عنها عبر بصفة القائم هل ولد القائم هذه طبعا إشارة على معنى بأنه لماذا اختار هذا الشخص مفردة القائم صفة القائم القائم كما في الروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام ومنها رواية الإمام الصادق سلام الله عليه قال لأنه لماذا سمي بالقائم قال وسمي القائم لقيامه بالحق هذه علة لتسمية الإمام عزي الله الرجل الشريف بالقائم لأنه يقوم بالحق فإذن هذه الصفة كانت محطة انتظار محطة اهتمام من قبل المؤمنين بأنهم ينتظرون الإمام الذي سوف يظهر بالحق يظهر الحق في هذه الأرض كلها لذلك هذا الشخص لم يسأل عن الإمام المهدي بصفته بأنه مهدي أو منتظر لا سأله بصفة القيام بأنه متى سوف يظهر أو هل ولد هذا الإمام الذي سوف يظهر الحق يقوم بالحق في هذه الأرض كلها فهذه سر هذا السؤال الأمر الآخر الإمام الصادق عليه السلام أجابه بأنه لا لم يولد ولو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه إشارة على أمر معين أولاً الإمام عليه السلام الصادق قال لخدمته لم يقل خدمته هذه لا متأكيد الواردة من الإمام الصادق عليه السلام تدل على مزيد من العناية مزيد من الخدمة تجديد مبالغة في الخدمة تأكيد على الخدمة ليس خدمة عادية لا تأكيد على أن يقوم الإمام الصادق عليه السلام بخدمة الإمام المهدي فهذا استخدم لا متأكيد والأمر الآخر لم يقل فقط خدمته أو لخدمته قال لخدمته أيام حياتي وهذه إشارة على الاستمرارية بأن الإمام الصادق عليه السلام طول فترة حياته هو سوف يكون ملازماً لخدمة الإمام المهدي كما أن الإنسان الله سبحانه وتعالى فرض عليه العبادات والفرائض والواجبات طول فترة حياته لا يمكن لهذه الفرائض أن تسقط عن الإنسان إلا بموته كذلك خدمة الإمام عبدالله فرجو الشريف تكون من هذا الباب لا تسقط عن الإنسان حتى يموت من حياته من ولادته إلى فترة حياته وإلى انتهاء حياته يجب عليه أن يخصص وقته وحياته لخدمة الإمام عبدالله فرجو الشريف قد يسأل في هذا المجال أو قد يطرح سؤال في هذا المجال في هذه الرواية في هذا المضمون بأنه لماذا الإمام الصادق عليه السلام قال بأنه لو كان مولودا لخدمته أيام حياتي أو لو أدركته لخدمته أيام حياتي لماذا الإمام الصادق عليه السلام مع أنه إمام مفترض الطاعة وهو إمام كما أن الإمام المهدي عبدالله فرجو الشريف إمام فلماذا إذن الإمام الصادق يقوم بخدمة الإمام عبدالله فرجو الشريف ما هو السر في هذا المجال طبعا هناك عدة إجابات على هذا التساؤل أنا أذكر بعض من هذه الإجابات لاحظوا أولا ورد في مضمون الروايات المباركة بل بعض العلماء عدوها من ضمن العقائد التي يجب على الإنسان المؤمن أن يعتقد بها هي مسألة التراتبية في المقام والأفضلية عند الله سبحانه وتعالى من حيث المقام والرتبة نعم كل أهل البيت عليه السلام كل الأمة هم في مستوى واحد من التشريح في مستوى واحد من الطاعة من حيث مرتبة الإمامة نعم هذا شيء متفق عليه كلهم نور الله سبحانه وتعالى طاعتهم واحدة طاعة النبي صلى الله عليه وآله هي نفسها طاعة الأمة عليه السلام لا فرق في ذلك ولكن يبقى هناك مجال للتفاضل بينهم من حيث المقامات والقرب عند الله سبحانه وتعالى الدرجة والقرب تختلف المقامات تختلف من واحد إلى واحد من الأمة عليه السلام ففي الروايات الشريفة بأنه في المرتبة الأولى رسول الله صلى الله عليه وآله بعده أمير المؤمنين عليه السلام بعده الزهراء صلى الله عليه وسلم وبعدها الحسن وبعده الحسين عليه السلام هؤلاء الخمسة أصحاب الكتاب هم أفضل أهل البيت ولكن بعدهم يأتي مباشرة بعد الحسين يأتي الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف وبعد ذلك يأتي باقي الأمة عليه السلام فإذا من حيث الرتفة والمقام الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف أعلى مقاما من الإمام الصادق عليه السلام لذلك الإمام الصادق بيّن لو أدركته لخدمته أيام حياتي على اعتبار أنه أعلى مقاما ورتبة من الإمام الصادق عليه السلام وهذا ليس كما قلنا هناك فرق بينهم في المقام التشريعي أو في مقام الالتزام أو في مقام الإمامة لا هذه من المقامات والدرجات والقرب عند الله سبحانه وتعالى ليس له دخل بالوجوب أو عدم الوجوب لا طاعتهم واجبة بالنسبة للكل واحدة بالنسبة للكل ولكن هناك تراتب واختلاف من حيث المقامات ما يؤكد ذلك هذا الأمر على أنه الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف أفضل من باقي الأمة عليه السلام عدة شواهد لاحظوا مثلا هذا الشاهد الذي يدل على هذا الأمر وهو كيفية احترام أهل البيت عليه السلام لذكر الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف هذه العناية والاحترام والتعظيم يدل على عظيم مقام الإمام عجل الله فرجو الشريف لذلك الإمام الصادق عليه السلام قال لو أدركته ولو أدركته لخدمته أيام حياتي لاحظوا أذكر لكم مورد واحد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه لما قرأ عليه دعبل سلام الله عليه قصيدته التائية هذه المعروفة بمدارس آيات خلت من تلاوة وإلى باقي هذه الأبيات المقدسة الواردة على لسان دعبل الإمام الرضا عليه السلام عندما وصل دعبل إلى هذا البيت قال خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركاته يقصد به الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف لاحظوا الإمام الرضا عليه السلام ماذا فعل قال وضع الرضا عليه السلام يده على رأسه وتواضع قائما ودعا له بالفرج وهو ما يفعله المؤمنون في هذا اليوم عندما يذكر اسم الإمام عجل الله فرجو الشريف تجد بأن الناس المؤمنون يضعون يدهم أو أيديهم على رؤوسهم في بعض الأحيان يقفون احتراما للإمام عجل الله فرجو الشريف هذه سنة من الإمام الرضا عليه السلام تعليم من الإمام الرضا بأنه عندما يذكر اسم الإمام قف له احتراما ضع يدك على رأسك تواضعا وهذه إشارة على الأفضلية أفضلية الإمام على سائر الأئمة عليه السلام معدى الخمس أصحاب الكساء كذلك ما يدل على هذا الأمر بأن الله سبحانه وتعالى ادخر الإمام عجل الله فرجو الشريف للأخذ بثأر أوليائه هذه المهمة الإلهية العظيمة العظمى وهي أخذ الثأر ونشر الدين وملء الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا هذه كلها من المسؤوليات الجسام العظام التي أوكلها الله سبحانه وتعالى للإمام عجل الله فرجو الشريف فإذن هذه المهمة عندما تناطب الإمام سلام الله عليه تدل على أنه من حيث المقام من حيث العظم أفضل من الباقي الأم عليه السلام بحيث أنه أنيطت به هذه المهمة مهمة إظهار دين الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض مهمة الأخذ بثأر أوليائه على هذه الأرض لاحظوا هذه الرواية التي وردت بأنه الله سبحانه وتعالى كان يكلم رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله قال له يا محمد هذه في رحلة المعراج يا محمد لو أن عبدا من عبادي عبدني حتى ينقطع ثم لقيني جاحدا بولايتهم يقصد ولاية أهل البيت عليه السلام أدخلته ناري ثم قال يا محمد أتحب أن تراهم هؤلاء الأئمة نستطيع أن نقول خلفائك أو صياءك تحب أن تراهم فقلت نعم فقال تقدم أمامك فتقدمت أمامي فإذا علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم كأنه الكوكب الدري في وسطهم هذه إشارة على مزيد من العناية لماذا الإمام المهدي كان في وسطهم ولماذا رآه النبي صلى الله عليه وآله كالكوكب الدري في وسط أهل البيت عليه وسلم كلهم نور كلهم من نور الله سبحانه وتعالى ولكن الإمام المهدي كان مميزا في وسطهم كالكوكب الدري في وسطهم فقلت يا رب من هؤلاء قال هؤلاء الأمة وهذا القائم محلل حلالي ومحرم حرامي وينتقم من أعدائي يا محمد أحببه فإني أحبه وأحب من يحبه هكذا أعطى الله سبحانه وتعالى هذه البشارة لجميع المؤمنين بأنه يا محمد هذه توصية خاصة للإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف بأنه يا محمد أحبه أحببه فإني أحبه وأحب من يحبه كذلك الأمر الآخر الذي يدل على هذا الأمر وعلى هذا التفضيل للإمام عجل الله فرجو الشريف بالنسبة لباقي لباقي الأمة عليهم السلام بأن جميع الأمة عليهم السلام كانوا قد بشروا بالإمام المهدي سلام الله عليه وهذه أيضا إشارة على أنه للإمام رتبة ومقام عالي وعظيم عند الله سبحانه وتعالى لذلك جعل بعد الخمس أصحاب الكسار كل إمام عندما يستلم الإمام بعد الإمام الذي سبقه يبشر بالإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمن والده الإمام العسكري سلام الله عليه كلهم كانوا بشروا به وهذه إشارة على تعظيمه وتفضيله كذلك الأمر الآخر الذي من الممكن أن يستفاد في هذا المجال بأن الروايات الشريفة فضلت أصحاب المهدي عجل الله فرجو الشريف على أصحاب باقي الأمة عليهم السلام طبعا ما عدا أصحاب الحسين سلام الله عليه حيث أن الإمام الحسين بيّن بأنه في مضمون كلامه أنه لا يوجد أصحاب أوفى من أصحابي ولا خير من أصحابي فإذا ما عدا أصحاب الحسين سلام الله عليه إذا قارننا أصحاب المهدي عجل الله فرجو الشريف مع أصحاب مع أصحاب باقي الأمة كان أصحاب المهدي عجل الله فرجو الشريف أعلى رتبة أعظم مقاما عند الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على أن إمامهم أيضا هو أعلى وأعظم من باقي الأمة سلام الله عليهم لذلك الإمام الصارق عليه السلام بيّن لو أدركته لخدمته أيام حياتي لاحظوا هذه الرواية فقط في هذا المجال التي وردت عن الإمام السجال سلام الله عليه قال من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله عز وجل أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأحد هكذا بيّن الإمام السجاد عليه السلام عظمة أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف وتفضيلهم على باقي أصحاب الأمة عليهم السلام جعلنا الله وإياكم سادتي المشاهدين الكرام من أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف في هذه الدنيا ومن المحشورين معه إن شاء الله تعالى في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر